في المجال الأمني تمكنت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت أمس من توقيف 14 شخصا بمكناس وهم جميعا من ذوية السوابق القضائية وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمال الابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات وقد جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمجموعة من أحياء مدينة مكناس حيث تم توقيف المشتبه فيهم المتورطين في تعريض التجار والباع المتجولين للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم تحصيلها بشكل دوري بدعوة سماح لهم بعرض بضائعهم للبيع